مشاهدين الاقتصاد الأمريكي أسوأ أداء منذ الحرب العالمية نحن نتكلم عن عام تقريباً أفساً مئة وستة واربعين لماذا حصل ذلك؟ طبعاً نحن نتكلم عن النتيجة النهائية للعام لاحظوا الأرقام التي هي تعبر عن ذلك شهدنا في نهاية العام أسوأ أداء سنوي منذ الحرب العالمية نتكلم عن ثلاثة ونصف في المئة وكما تشاهدون هنا كل هذه الأعوام لم نشاهد أقل من هذا المستوى إلا هنا على الرسم البياني إذن هذا أولاً بالنسبة إلى ماذا سيكون الاقتصاد في 2021 لكن كان هناك أيضاً بعض من دائماً التأكيدات الدعم وغير سائل كان من رئيس الاحتياط الفيدرالي طريقة التعافي ما زالت بعيدة يعني نحن دائماً على مسال الاقتصاد يشكر كثير من التحديات أخر الاجتماع تأكيد على التهاهد بالاستمرار ودعم وحماية الأسواق وحماية الاقتصاد وأيضاً برنامج شراء الأصول على مستقبل قريب أيضاً توقعات الصندوق صندوق فعلاً هنا يغير دائماً من توقعاته ويعدل منها يعدل من الأهداف عدل هنا من توقعات النمو رفعها إلى خمسة في المئة وكانت تقريباً عند حوالي ثلاثة في المئة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي إذا ألقينا نظرة على التضخم وعلى البطالة في أمريكا طبعاً بالنسبة إلى البطالة في أمريكا الآن هي أقل من سبعة في المئة ولكن كما تشاهدون وصلنا إلى مستويات يعني بشهر ثلاثة أو شهر أربعة بالتحديد وشهر خمسة خصوصاً شهر أربعة هو قاع قورونا وصلنا إلى خمسة في المئة لا نحن عند ستة فاصل سبعة في المئة ولكن في الأشهر الأخيرة دائماً نحن عند هذه المستويات خصوصاً آخر خمسة أشهر أما بالنسبة إلى التضخم طبعاً قبل انفجار الجائحة وصلنا إلى أهداف تضخم التي هي 2% حتى بل تخطيناها أخذت سنوات لتحقق ذلك من الصعب دائماً على الفيدرال لكن أصعب هدف هو التضخم وصلت 2.5% ولكن في شهر أبريل مع إقفال الاقتصاد ومع كورونا ليس هناك طبعاً تضخم لحظنا دون الواحد في المئة ثم عاد مرة جديدة الآن وارتفع إلى مستويات قريبة من 1.5% 1.4% هو نصف مستوى التضخم قبل الجائحة يعني تقريباً نحن نتكلم عن 2.5% و1.4% يقترب من نصف أو يعني شهر الماضي كان تقريباً نصف تضخم ما قبل الجائحة هذا بالنسبة إلى التضخم بالنسبة إلى البطالة تحديات كبيرة جداً الفيدرالي موجود مستعد دائماً يؤكد على برنامج الأصول ولكن الاقتصاد بالنهاية سجل أسوأ أداء اقتصادي منذ الحرب العالمية سهية شكراً للمشاهدة